في فضاءات العرض المسرحي بمدينة تطوينة التقت مجموعة من الرواد نوادي المسرح بدور الشباب والثقافة بعدة ولايات من الجنوب التونسية لعرض آخر أعمالهم الفنية في مجال المسرح بهدف التتويج إقليمياً ثم المشاركة وطنياً في مهرجان للمبدعين الشبان في خطواتهم الأولى عمل المسرحي في دور الشباب والثقافة هو الأساس هي البداية كما تعودنا كل الممثلين والمخرجين كانت البداية تنتاحهم كانت في دور الثقافة والدور الشباب نوادي المسرح هذه ذلك عليش في الملتقى الأقليمي المسرح دور الشباب والثقافة والمؤسسة الجامعية هو البذرة الأولى والله كأول مرة لكلنا سيرسين كعرض كمعناها ترشحنا به من الجهة والإقليمي كان عرض ممتاز جداً ونستنى حالياً معناها بش نعرض العرض متاعنا السرح هو السقل للعقول هي بناء شخصية هي استقطاب ما يمكن من الشباب متاعنا وزرع فيهم روح الوطنية هي أن يكون الشاب متزن في فترة يعيشها كل العالم كانت تجربة رائعة على الأخر حسيت أضفت للجمهور فكرة والأهم من هذا الكل أني خرجت الطاقة هورة احتضنتها عدة فضاءات مصرحية بولاية تطوينة بهدف توفير كل الظروف الملائمة والمناسبة وعلى قدر المساواة لكل العمال المصرحية المشاركة هذا ما عملت عليها المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بولاية تطوينة من خلال تقديمها لهذا المهرجان في عدة فضاءات في بيرل أحمر وأمراسن وتطوينة بطبيعه مهرجان اليوم ملتقى قليمي للنوادي المسرح مجميع وولاية كما كان قابس مدنين تطوين قبلي قفسة توزر هي فرصة اللقاء بين الرواد النوادي خاصة من خلال الورشات التي صارت يوم أمس أشرف عليها السادة متميزين في عديد الاختصاصات كما فن الممثل وكذلك القياف المسرحية أعمال مسرحية متعددة في مشارب مختلفة لمبدعين الشبان في دور الثقافة والشباب يرنون إلى الاحتراف والأعمال المسرحية لما يشتد عودهم برأيهم